يقول الله عز وجل لنبيه الكريم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك أكمل الآية فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطروا إنه بما تعملون بصير حسبك هذه الآية رقم كم؟ مئة واثنى عشر الله أكبر انظروا مئة واثنى عشر طيب لا انتظر سورة هود كم رقم الصفحة؟ رقم الصفحة يا يوسف مئتان واربعة وثلاثون الله أكبر مئتان واربعة وثلاثون الله أكبر شوف يا يوسف الآن سأسألك سؤالا ونشوف الآن سأنزل إلى الأسفل طيب اقرأ شوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار أنا ما استطعت إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وخمسون طيب يا سيد طيب ماذا قال كمال جدة ماذا قال ماذا قال والله إنها خمسون وخمسون ما شاء الله طيب الآن أريد منك شوف يا يوسف شوف يا يوسف رقم الصفحة من المصحف الآن رقم الصفحة أربعمائة وثلاثة وسبعون الله أكبر أربعمائة وثلاثة وسبعون آية من آية الله الله أكبر الله أكبر يا يوسف يوسف سأسألك سؤالا عن دعاء الأنبياء هكذا أنت سميت على اسم نبي من أنبياء الله يوسف أخبرني ماذا دعا يوسف ربه سيدنا يوسف بماذا دع الله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث آمين ما شاء الله وعطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة قول آمين توفني مسلما وألحقني بالصالح ما شاء الله هذا الموضع الأول أعطني موضع آخر دعا فيه يوسف ماذا قال قال ربي السجن أحب إليه ما شاء الله هما موضعان لا ثالثة لهما في القرآن من دعوة سيدنا يوسف دعوتان وقد أحسن يوسف بأن أجاب عليهما كلاهما أسألك عن دعوة سيدنا أيوب سيدنا أيوب ما ندعوه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ما شاء الله وهما موضعان أيضا وقد أجاد مباشرة في الإجابة عنه هما نضيف له دعان يلا اقرأ لنا أدعية أو دعاء نبي الله شعيب شعيب دعا الله عز وجل مرة واحدة دعاء شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ما شاء الله عليك الأعراف الأعراف جيد جيد جدا الآية 89 89 ما شاء الله يعني برقم الآية وصفحة أكيد نعم نحكي بدعاء سيدنا إبراهيم ما رأيك سيد الشيطان نعم أدعية إبراهيم كثيرة في القرآن لإسماعيل 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 يلا ماذا دعا سيدنا إبراهيم لإسماعيل يلا رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أرفلي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ماذا دعا إبراهيم لإسماعيل رب جعل هذا البلد آمنا واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام رب جعل هذا بلدا آمنا وزق أهله من الثمرات من أهمنا بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العظيم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم يوسف جيد أنت رائع ما شاء الله عليك الشيخ كمال جدا يريد أن يسألك عن دعاء إلياس إلياس نبي الله إلياس مكيش مكيش فعلا صدق مكيش بهذا الإسم لا يوجد نعم يوسف أريدك أن تعطيني الحروف المقطعة وراء بعضها أول شيء ألف لام ميم ألف لام ميم في صوات البقرة والعمران والعنكبوت والروم والقمان والسجدة نعم ألف لام ميم صاد نعم في صوات الأعراف نعم ألف لام را في صوات يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر ألف لام ميم را في صوات الرعد كيف هايا عن صاد في صوات مريم نعم ألف لام ميم را في صوات الرغافر وفصلت والزخرف والدخار والجاثية والأحقاف حامي معين سين قام بصوات الشورى والله أقولها والله أقولها شكل كامل جدا والله ما استطعنا والله ما استطعت شكل كامل والله ما استطعت شوف شوف الآن شوف يا يوسف هذا الانتحد الأخير هذا الانتحد الأخير الأخير شوفوا يا جماعة أنا كنت أعطيه الآية يعني ثم يعطيني رقمها الآن يوسف اسمعني الآن طيب الآن رقم ستة وثلاثين من سورة الأنفال إن الذين كفعوا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الله أكبر فسينفقونها ثم تكون عليهم حصة ثم يغلبون والذين كفعوا إلى جهنم يحشعون حسبك السؤال الأخير السؤال الأخير شوف يا الآن سأذهب إلى سورة فيها 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 آيات قصيرة لكن فيها أرقام كثيرة أنا سأعطيك من وسط الصورة اقرأ الرأس فقط شوف معي يا بني أريد من صورة الأنبياء 64 بماذا تبدأ 63 62 61 60 59 يلا ابدأ من 64 قال بالفعل هو كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم مبارنين ما شاء الله فرجعوا إلى أنفسهم أنا قلت يعني أخطأ لكنه رجع سبحان الله فرجعت أنت أعد قلت لأربعة وستون فرجعوا إلى أنفسهم قال إنكم الظالمون طيب 63 قال بالفعل هو كبير ماذا فاسألهم إن كانوا ينطقون 61 61 قالوا فأتوا به على أعين حسبك للناس لعلهم يشهدون طيب 59 59 قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين لا إله إلا الله اللهم صل على رسول الله